مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد سنواصل الاطلاع على أساليب الإنشاء الطلبي رأينا في الحصة السابقة الأمر وسنرى اليوم أسلوب النهي المثال الذي سننطلق منه من نصوص الكتاب المدرسي جاء على لسان دمناد أيها الملك لا تعجل في قتل ولا تسمع في كلام الأشرار المطلوب حدد أسلوب النهي في المثال السابق وبين الطريقة المستعملة للتعبير عنه لو عدنا إلى المثال أيها الملك لا تعجل في قتل ولا تسمع في كلام الأشرار هذا أسلوب النهي قد عبر عنه القائل باستعمالي لا الناهية مع فعل في المضارع المجزومي وكذلك الأمر هنا لا الناهية مع فعل في المضارع المجزومي وهذه هي الطريقة الوحيدة لصياغة النهي النهي إذن هو إنشاء طلبي يفيد طلب الكف عن القيام بالفعل أو يفيد طلب عدم القيام بالفعل وهو نقيض الأمر للنهي وللنهي كما قلنا صيغة واحدة وهي لا الناهية مع فعل في المضارع المجزومي يمكن أن يقترن الفعل بعد لا الناهية بنون التوكيد كقولنا أو كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فهذا نهي وقد اقترنت به دون التوكيد سنمر الآن إلى معاني النهي المستفيدة من المقام قلنا إن النهي يفيد طلب عدم القيام بالفعل أو طلب الكث عن القيام بالفعل فعندما أقول أخرج طلبت منك أن تخرج وعندما أقول لا يتخرج طلبت منك ألا تقوم بالفعل وهو الخروج هذا هو المعنى الأصلي وهناك معاني فرعية تستفيد من السياق سنحاول أن نتبين بعضها في هذه الأمثلة المثال الأول تجلد تجلد بمعنى أصبر أو تحمل ولا تستكن للليالي فما فاز إلا الصبور الجليد الجليد هنا أي الصبور ولا تأسى من حادثات الدهور فخلف الدياجير فجر جديد الدياجير أي الظلمات لدينا هنا لا تستكن ولا تأسى لا تأسى من الأساء وهو الحزن الشديد ماذا أفاد النهي هنا لدينا هنا التحذير أو الالتماس أو النصحة أفاد النهي هنا طبعاً النصحة وهنا كذلك وكذلك الأمر هنا تجلد أفاد الأمر أيضاً النصحة والإرشادة المثال الثاني وهو من كتابي كليلة ودمن ويقال إن استضافك ضيف ساعة من نهار وأنت تعرف أخلاقه فلا تأمنه على نفسك النهي هو في قوله لا تأمن وقد أفاد هنا التحذير المثال الموالي أيها الملك لا تعجل في قتله ولا تسمع في كلام الأشرار طبعاً دمنا هنا يرجو الملك ويطلب منه اللا يتسرع في قتله وقد أفاد النهي هنا الالتماس والالتماس كما ذكرنا هو النهي هنا برفق ولين نمر إلى القاعدة النهي يفيد طلب الكف عن القيام بالفعل أو يفيد طلب عدم القيام بالفعل هذا هو المعنى الأساسي وقد يدل على معاني ثانوية تستفيد من السيق المعاني الثانوية أو الفرعية المستفيدة من السيق من هذه المعاني النصح كما رأينا في المثال الأول الالتماس كما رأينا كذلك التهديد التهديد لا تطعني وسترى ما أفعل بك التمني كذلك الدعاء كقولنا لا تعذبهم يا الله يا الله التوبيخ التيئيس التحقير التحذير وأخيرا المواسط لا تبكي يا صغيري هذه معاني النهي أرجو أن يكون الدرس واضحا سننجز في الحصة القادمة درس النداء وسنواصل حتى نكمل كل أسليب الإنشاء الطربي